أكدت المرشحة عن حزب تقدم للانتخابات البرلمانية المقبلة خالد إبراهيم العزاوي أن قضاء الطوز يتمتع بوضع متميز ولا بد من المحافظة على هويتها العراقية ووحدة مكوناتها داعية إلى بعض المشاحنات السياسية عن الانتخابات قضاء الطوز طبعا من الأقضية المميزة وضعها أنه مرت قضاء بالأطراف كلها بها قوميات عرب تركمان كراد فكلهم أهلنا طبعا أولوياتنا أنه إحنا نحافظ على وحدتنا هويتنا الوطنية وإحنا يعني أنا ما أعتبر أني قضاء طوز عاش بين القوميات الثلاثة وبين المذاهب أعتبر نفسي عراقية بحتة وريد أحافظ على هاي الهوية والحمد لله لليوم ماكو أي تفرقة بياناتنا وأهم شيء هاي الأولوية أنه مرد الانتخابات والسياسة تغيرنا أو تسوي مشوحنات بياناتنا خاصة بين المرشحين